أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد طاعة الله ورسوله وعدم التولي عنهما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقدون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الآيات من أول هذه السورة أيها الإخوة سورة الأنفال يخبرنا الله تبارك وتعالى فيها عن غزوة بدر تلك الغزوة التي كانت أول غزوة في الإسلام خرج فيها المسلمون من المدينة لملاقات عيون القريش وقال بعض المستشرقين أنهم خرجوا ليقطعوا الطريق ولكن في الحقيقة ليقطعوا طريق المشركين الاقتصادي فهي حرب اقتصادية المسلمون أخرجهم المشركون من ديارهم وأهلهم ومن أموالهم فعندما استقروا في المدينة وكانت دولة الإسلام في المدينة طبيعي أن لا يسمحوا للمشركين أن يمروا بقرب منهم في قافتتهم التجارية ولا يترك لهم مجالا أن يمروا بل يبعدوا تخرجوا لملاقاتهم فتتحدث الآيات بعد ذلك في ذكر أمور الجهاد فيظن بعض الناس أن طاعة الله ورسوله في الأمور الهينة الليمة قال الله تعالى كلوا واشربوا كلوا واشربوا قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة واربا هذا طيب طيب انكح أولى وتانى 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 وينسى قول الله تبارك وتعالى وإن خفتهم ألا تعديلوا فوحيدة أو ما ملكت أيمانكم فيظلم النساء ويظلم الأولاد ولا يربيهم تربية إسلامية ويظلم نفسه ويظن أنه ينفس السنة حتى أن بعض الإخوة في بعض الدول الإسلامية كنت حاضر هناك في الجامعة فكان يلاقشني قال أصل التنتين ويجب من كيف جعلت هذا واجبا هذا مفهومه ولي أنه هذا أمر طيب بالنسبة له أما غيره قلت له تجاهد في سبيل الله قال يا شيخ الله غفور رحيم تتزوج تنتين وثلاثة لأنه هدفك في ثالث وقال الله غفور رحيم ما تجاهد في سبيل الله الجهاد في النساء ولا الجهاد حسب الله نعم الوكيد فهذه المفاهيم المجزأة الذي يفهم من الإسلام ما يحل له ويترك ما لا يحل له هذا أمر غير طبيعي وإذا كان متعنثا في ذلك فخرج إلى النفاق عن جدة الإسلام السوية في التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات بعد أن حدثنا عن غزب البدر وعن الجهاد وعن المعركة الفاصلة العظيمة التي تغلب فيها ثلاثمائة رجل وقليل على ألف تقريبا من المشركين مندججين في السلاح أما المسلمون فلا شيء عندهم إلا الأسلحة البسيطة الخفيفة مثل وضعنا الآن وضع المسلمين الآن عندهم الأسلحة الخفيفة وشيء من الأسلحة التي غنموها من أعدائهم والطيران يقصفهم وأحدث الأسلحة تصل إلى خصومهم وتتجمع عليهم دول الشرق والغرب لثمنع عنهم السلاح بحجة مصر الحرب أهلية وهم يرسلون السلاح إلى الطرف الآخر فهم متآمرون معه وإذا كان الطرف الآخر مجرم فهم أيضا مجرمي حرب من رأسهم إلى قدمهم بكل دولهم وتنظيمتهم خرجوا عن جادة إنسانية فضلا أن يخرجوا عن أديانهم ولذلك أيها الإخوة ربنا يقول هنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا تصديقا صحيحا جازما بالله ربا ومعبودا ربا يعني سيدا معبودا مطاعا هذا الإيمان وليس الإيمان بأن الله موجود كل الكفار في العالم قولوا الله موجود حتى عباد الأصنام قولوا الله موجود ولكن نعبدهم يقربون إلى الله الزلفاء فالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله ربا ومعبودا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يتلقون منه الأحكام أطيعوا الله لأن الرسول جاءت لتبين للناس كيف يطيعون الله وبما يطيعون الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله لأن رسول الله جاء يبلغكم أوامر الله فأطيعوه فإذا لم تطيعوه لم تكونوا مطيعين لله تبارك وتعالى ولا تتولوا عنه ورد النص في قراءة من القراءات وفي قراءة حفص ولا تولوا عنه وأصدقها تتولوا أضغبت التاء بالتاء فصارت ولا تولوا عنه لا تولوا عنه أي لا تبتعدوا عن طاعة الله ورسوله لا تبتعدوا عن سماء نصوص القرآن والأوامر والنواهي التي جاءت عن الله ومينها لكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في سنته عليه الصلاة والسلام وأنتم تسمعون أي والحال أنكم تسمعون بآذانكم هذه النصوص التي أنزلها الله في القرآن والتي بلغكم إياها وبينها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لا تتولوا عنه وأنتم تسمعون أي تسمعونها وينبغي أن تصل بسمعكم لها إلى مواطن السمع المدركة الواعية أما إذا لم تصل إلى مواطن السمع المدركة الواعية كانت كصوت سمعتموه ثم ضاع في وقته وحينه صار أحدكم في هذه الحال منافقا كالدباء للتسمع والصوت ولكن لا تفهم منه شيء أو تفهم منه ولكن لا تستجيب مثل الراعي عندما صياف الأغنام فالغنام الشاردة تقف عندما تسمع صوت الراعي وتتجه إلى بقية الأغنام ولكن لا ترجع إليه فوصلها الصوت ولكن لم يصلها على أنها وصل إلى الأماكن الوعي فيها وفهمت منه أن ترجع إلى عن المرعى إلى راعيها ثم يقول سبحانه وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ المنافقون الله تبارك وتعالى يقول يا أيها المؤمنون لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا بألسنتهم سمعنا نعم حتى بعضهم يقول سمعنا وأطعنا ولكن بالكلام وهم لا يسمعون أي لا يتصرفون ولا يتعظون ولا يتصرفون تصرف من سمع أنا قلت مرة من المرات أن هناك من يكذب القرآن بلسانه قل لك هذا حجب وما بنا وليه حجب الله تعالى هذا طبعا كافر بيّن الكفر ولكن هناك من يكذب القرآن بعمله بأن يستجيب لأمر الله في القرآن يخالف أمر الله ويسترسل في المخالفة ويدعو الناس إلى ذلك هو ما كذب القرآن بلسانه ولكن دعوته إلى طاعة غير الله تكذيبا للقرآن لأن القرآن يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله فهو يبتدأ أحكام من عنده ويفرضها على الناس ويبني عليها عقوبات ما أنزل الله بها من السلطان ويظن نفسه من المسلمين وذكرت مرة من مرات لذلك مثالا عندما أكون أنا أساوي انقلاب عسكري وأحكم الناس بقوة السلاح هذا إرهاب وإن سميت نفسي أنني أريد مصلحة الوطن وأن كذاب الواقع يكذبه وإن سميت نفسي مسلما فعندما أقتل الناس لينفذوا أوامري عندما أقتل الناس أساوي للنظام النظام أنزل رب العالمين لا يجوز التظاهر ما هو التظاهر؟ التظاهر الاحتجاج باللسان لا يجوز التظاهر ومن تظاهر يختم عشر سنوات وسبع سنوات ومن دخل السجل وقتل الشرطة من قتل متظاهرا سيدخله الله النار وسيسأله ما يقول له الله والله يا ربي أنا فلان أمرني سيدي وقول العقيد والكذا لا يقول لدخل أنت والعقيد على جهنم لأنكم قتل مجرمون هل أنزل الله في كتابه أو على سن الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم منع الناس من أن يبدو آراءهم أو يفتحوا ثمهم وإذا فتحوا ثمهم واتجمعوا اقتلوهم هل أنزل الله ذلك يا مجرمون يا كذابون يا مفترون على الله لا ما أنزل الله ذلك إنما هم شرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله هذا دين القوارية والأنظمة دين إن لم ينزلها الله ولم يأمر بها الله وخلفت أمر الله فمن أطاعها ومن اعتقد أنها يجب أن تطاع فقد أشرك مع الله والعياذ بالله تعالى وترك طاعة الله ورسوله وكذب الله ورسوله عمليا ولو لم يقل أن الله ورسوله كذبين فربنا يقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يسمعون سماع فهم ولا سماع موعظة ولا سماع اتباع بل يسمعوا قال الله تعالى أطيعوا الله والرسول ويطيعون الدجالين والأهل الانقلابات لا يجوز طاعتهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا عن علي رضي الله عنه اسمعوا يا من تحبون علي محبة كفر والعياذ بالله تعالى لا محبة صادقة عن علي رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعون فلما كانوا في بعض الطريق غضب منهم أميرهم فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته قالوا بلى نعم أمرنا بطاعته قال اجمعوا حطبا جمعوا حطبا جمعوا الحطب مباه صحراء برية فيها أخشاب فيها عودة جمعوا حطب حتى أضرموا النار شعلوا النار أضربوا نارا كبيرة قال ادخلوا في النار فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار أفلدخلها ولم ينفزوا هذا الأمر حتى انطفأت النار وسكن غضبه فنفزوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المهمة ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعت في معروف نحن عبيد لله ولسنا عبيد للطواغيط لبسوه انقلابات وتسلطوا على الآخرين الارهابيون الذين يتسلطون على الناس ويجبرونهم على احترام آرائهم وكفرهم ومقوانينهم الكافرة الظالمة لا يجوزنا أن نطيعهم إلا إذا طعناهم في جزئيات تحت التعذيب أو تحت السلاح هذا أمر خاص أما نطيعهم وننفز أو أمرهم نمشي معهم أقتلوا نقتل أضربوا نضرب وإلى عايشين نحن أين الإسلام من المسلمين هؤلاء الذين يسمعون كلام الله ثم لا ينفزونه أو لا يعقلونه لأنهم دخل في السمع ولكن ما وصل إلى مراكز التعقل في قلبهم فكأنهم لا يسمعون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله لاحظوا يا إخواني مقى الحمير لا والله الحمير ما في منهم خلقهم الله وسخرهم لنا بيجي بكل مزلة بتحط عليه حملاك وبتركب فوق وبتمشي سخره الله لك فهو مزللهم بتزديد الله لك فهو مفيد أما الدواب الآخرين كفار يضرون ولا يفيدون سده تمك إذا كنت صحفي والإعلامي ولا كنت تخصيب كينيك ما بسنت تحكي تحقائق واتبين كذبهم ودجلهم هؤلاء الأرهابيين الدجالين أما ترون أن الإعلاميين يحتجون لماذا يحتجون ما هو دور الإعلامي أن يصور لك الحقيقة ويعطيك إياها هذول أعداء الأعداء للظالمين والطغاة وأتباع أمريكا وإنجلترا وفرنسا والشرق أو الغرب أعداء أعداء الإعلاميين لأنهم يظهرون الحقائق عندنا في سوريا ما معرفنا عن الأمور هاي كنا نستغرف قتلوا فلال لأنه إعلامي قتلوا فلال كليش قتلوا فلال لأنه طبيب ما بدي خلوا الناس لا يتطببوا خلهم يموتوا كذا حتى يخضعوا إنهم هذول الإرهابيين وإذا بك بعد أن تجري انقلابات في بعض الدول الإسلامية المسلمون إرهابيون لما لا فتح تمهم الإعلاميون عبصوروا هيق عبقوا قتلوا كذا ما يبصر صوروا هذول الرهابيين حطوهم في السجل حكموهم أي حق من هذا والله ليس يهودية ولا نصرية إنما هو حكم حيوانات حمير اليهود نعم اللي بيقتمروا بأمر حمير حمير اليهود هؤلاء نعم حكمهم اتطغاد أما لو حكم نصراني ولو حكم إسلامي ولا يعرفون الإنسانية ليسوا من بني آدم من بني آدم شكلا ولكن مضمونا اسمعوا قول الله تعالى إن شر الدواب الدواب جمع دابة والدابة ما يدب على الأرض يتحرك أي حيوان من الحيوانات يتحرك على الأرض اسمه دابة أيها أشر أكثر شرا إن شر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون صدق الله العظيم افتحوا قلوبكم أيها الناس مؤمنين أو غير مؤمنين كرون تفسير القرآن في الواقع إن شر الدواب شر من دب على وجه الأرض من خلق الله عند الله من هو الصم الذي يصم آذانه عن سماع الحق كنا نرى بأعيننا الناس تخرج من المسجد ماذا تحتاج الله أكبر الله أكبر ومعاشين في الطريق رشر الشور وقتلوه واستدعونا للأمل شوف يا سيدي هذا كله كذب كيف كذب شفت يعني خرب بيتك يا كذاب يا دجال الأمد يقولولي كذب اللي شوفت بعيني كذب هو أنا أسيرهم بينها ما لا أستطيع أن أقول ما كذب بس ما بقول ما كذب وهلا بقول كذب أسكت وطلع فيها المجرم وأسكت حتى كشفه الله على الملأة فاللي ما شاف حتى الآن الحق اللي ما سمع حتى الآن الحق وما شافه بعينه هذا أصم أبكم إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يسمعون الحق سماع فهم وتدبر البكم عن قول الخير بيعرف أن هؤلاء مجرمون خربوا البلاد وقتلوا العباد حتى الأطفال الذين لا ذنب لهم خلقوا ليعيشوا في عالم الطفولة اللذيذة الطيب إلى أن يكبروا فيكونوا عضاء في المجتمع دمروا وقتلوا البكم الذين لا يردقون بالخير فهم لا يعقلون أي لا يفهمون عن الله أمره ونهيه لأن العقل ما يشتغل العقل يشتغل بخط منحرف عن الخط الصحيح فلا يدرك الحقائق لا يدرك حقائق الأمور هائلاء نفوسهم الجانحة أغلقت عقولهم وبذلك كانوا كافرين عن الله تبارك وتعالى لأنهم عطلوا أدوات المعرفة التي وحبهم الله إياها وأهم أدوات المعرفة السماء والبصر فلا يبصرون الحق وأن كان في الكون كل ما يدل على الله الحق وأن الله هو الذي يطاق ويسمعون آيات الله تتلى ويسمعون الحق يذكر والدعاة إلى الله ينبهون ولا يفهمون ولا يسمعون فهؤلاء شروا البرية عند الله لأن كل ذابة من دواب الأرض مطيعة لله فيما خلقها الله له الحمار سخره الله لك فتستفيد منه الجمل الضخم اللي ستضرب واحد في رجله موته سخره الله لك حتى ابنك الصغير يجره الكلب اللي في الأصل له أنياب مفترس سخره الله لكم جرد تطعمه وتسأت أهله وإذا به يخضع لك توجه وتعلمه يتدرب فيكون بخدمتك فهو يخضع لما خلقه الله له تبارك وتعالى أما هؤلاء المجرمين من بني آدم الذين يتسلطون على بني آدم والتهمون غيرهم من المؤمنين بالله واليوم الآخر أنهم مرهابيون هؤلاء شروا الدواب عند الله أولئك كما قال تعالى في آية أخرى أولئك كالأنعام الأنعام الإبل والبقر الغلم بل اسمعوا بل أضراب لا 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 موكل الأنعام بل هم أضل أضلنا الأنعام أولئك هم الغافلون غافلون على الله هذه الجاهلية الحقيقية أيها المؤمنون الجاهلية الحقيقية أن يجهل الإنسان ربه تبارك وتعالى ثم يقول سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم طبعا علم الله لا يستطيع أن يحتج به الكافر قل له يا ربي أنت تعلم أنني سأكون كافر قل له أجبرتك أنا على الكفر قل له خلقت لك أدوات تدرك الخير والشر وخلقت منك شريرين اللي صرت مثله وخلقت منك الخيرين اللي مرضي تسمع منه فهل أجبرك أحد أن تكون شريران لو واحد سعب عليك المسدس أسألك سب الله ويقنت أنه سيقتلك سبت الله وقلبك مقبعين بالإيمان ما بقى حق وأوضر هذا مكره إلا من أكري وقلبه مقبعين بالإيمان أما حدا أكرهك حتى تكون جندي من جنود هؤلاء فجار الكفار الذين يقتلون الناس والأطفال والنساء حدا أجبرك يا ربي بشم المال رح يسوف المال بطريق آخر مبطرق قتل الناس مبطرق قتل المؤمنين وترك الفاجرين يعيثون في الأرض فسادا فكون الله يعلم أنه ما في خير الله يعلم كل شيء علم الغيوب يعلم ما كان وما سيكون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يسمعوا الحق ثم يقول تعالى ولو أسمعهم لو وجد سمع منهم فعلا قد بسمع آيات القرآن بسمع الشخص يدعو إلى الله قال له يا أخي الله يا أفضل ابو خالق نعم أطيع الخالق ما أقلقت يدي أطيني أنا أطيع الخالق ولو أسمعهم لتولوهم وارضون لو أسمعهم الله الحق الله يعقول أنهم سيتولون عن الحق ولا ينفزونه إنما يكذبونه بأعمالهم ويصرون على الباطل وهم معرضون قصدا عن الحق لعنادهم وجحودهم والعياذ بالله تعالى فالله تبارك وتعالى يوضح لنا خلاجات النفوس حتى لا نكون متعنتين على الباطل ورفضين للحق الإنسان إذا بيا له وسمع وفهم عليه أن يتعذ ويستجيب لما فهم ولما سمع من الحق أما أن يسمع ولا يستجيب فهذا دليل على وجود العياذ بالله تعالى الجحود في القلب والنفاق وطاعة غير الله فهو يسير في مزال الشرك والعياذ بالله تعالى ولو ظن نفسه أنه يقول بكلمات الحمد لله بسم الله ما شاء هذه كلام إذا لم تكن من القلب ويفهم ما معنى الحمد لله وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وما معنى يا الله الذي تطلب منه كل خير استجيب له استجيب لله أي أطعه واستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي اثهم كلامه فخالق الكون لا يقول لك إلا ما يفيد مصلحتك ويسعدك في الدنيا قبل الآخرة فكن مع الحق وافتح قلبك للحق وافتح أذنك للسماء حتى لا تكون من شر الدواب عند الله الذين لا يستجيبون لأمر الله ورسوله ولا يسمعون أمر الله ورسوله اللهم ثبت قلوبنا على الحق يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر